سلام المسيح وتهللوا لأن اجركوا معظيم في السماوات فأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم ليش الاضطهاد موجود على المسيح بسبب المسيح هو شخص مميز هو مختلف عن باقي البشر هو تابع للمسيح هو يمشي وراء تعالم المسيح النقطة الثانية هو شخص مضطهت من قبل الناس نتيجة الاختلاف في القيم والمبادئ اللي موجودة بينه وبين المجتمع واللي دي عايشهم المؤمن الحقيقي ما دي يعيش في ضوء الحياة الحاضرة فقط بل مستقبله مرتبط بالعالم الآخر والسماء بنشوف بهالتطويبة ثلاث أمور إذ عيروكم إيهانة بالكلام طردوكم إيذاء بدني أو جسدي قالوا عليكم كلك المشريرة من أجل كاذبين أي افتراءات وشكاوي كيدية الكلام المقدس بنشوف فيه أنه دائما الجسديين بيحاربوا الروحيين بنشوف فيه قصة قبيل وهابيل قبيل كان معتمد على نفسه كان معتمد على جسده كان معتمد على أفكاره وطرقه اللي بيحاول يعبد بيها الله لكن هابيل اعتمد على اللي سمعه واللي افتهمه كيف لازم الله يعبد وكيف لازم الذبيحة تقدم لله قبيل قتل هابيل بنشوف فيه مقطع ثاني بين إسماعيل وإسحاق إسماعيل هو ابن اللي هو أكبر من إسحاق من ناحية العمر لكن هو كان الابن اللي إيجا من تدخل فكر جسدي وبشري بينما إسحاق كان هو موعود به من الله وبنشوفه فعلا إسماعيل كان بيتنمر على إسحاق وهذا بنشوفه في كل الأوقات لحد هذا الوقت الجسديون بيحاربون الروحيين الاضطهات هو مو شغلة أنا اتقصدت بيها أو عملتها ضد المقابيل ووقت اللي بيضطهتني بسميها إنه هذا اضطهات فيه أشياء أنا اللي بجيب المشاكل لنفسي ولهذا المسيح قال كونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام ممكن أنت بتعاني بسبب طقوس معينة ممكن أنت بتعاني بسبب آرائك أنا ما أقدر أقول هذا اضطهات الاضطهات بيكون وقت اللي بتعيش للمسيح بتكون تابع إلى وتتعامل مع الناس بكل حكمة ووقت اللي يضطهدوك هذا بيكون اضطهات خلينا نصلي من أجل الكنيسة المستهدة كنيسة المؤمنين اللي مليانة العالم اللي ملانين بالاضطهات وبيعانوه خلينا نصلي من أجلهم الرب يحميهم ويباركهم ويساعدهم الظروف اللي دي مرون بها يا رب يسوع أنا برفع كل مؤمن بيك كل مستهد بالأخص في هذا الوقت في هذا اليوم يا رب أصلي من أجل الكنيسة اللي اللي مستهدة من قبل العالم من قبل الشر من قبل الأفكار الغريبة اللي موجودة أنك أنت تحميها وتعطيها قوة في نص الاتحادات والتحديات اللي بتمر بيها باسم المسيح يسوع أصلي آمين والرب يباركك ويحميك ويعطيك نعمة بهذا اليوم اشتركوا في القناة